بسم الله الرحمن الرحيم عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية بتاريخ اليوم وأصدر مجموعة من القرارات منها الموافقة على الإعلان عن سد الشاغر في عضوية المجلس الخدمة الاتحادي المعدة من لجنة الأمر الديواني 27 لسنة 2021 وذلك بسبب شغور موقع ثلاثة أعضاء المجلس مما يستوجب ترشيح البدلاء عنهم وتتم العملية وفقا للشروط المذكورة في مادة 5 من قانون المجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 كما قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 2022 بشأن مشروع ماء الخضر والدراجي في محافظة المثنة حيث تم تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة بتوقيع اتفاقية التمويل بين وكالة التنمية الألمانية والحكومة العراقية وبالسرعة الممكنة كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراري مجلس الوزراء المعسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها دون بدل على أن لا يتم استخدامها كمقرات لثكنات عسكرية وتخصص المساحة المتبقية من المعسكر لإنشاء مشروع استثماري سكني يتم إعلان عنه من وزارة المالية على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وفقاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 كما قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم وبهدف دعم المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي الحالي تقرر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية شراء 60 ألف طن من سماد الداب وبما لا يزيد عن سعر مليون وخمسمية وخمسين ألف دينار للطن الواحد كتكون كمية إضافية للمتعقد عليها سابقاً والبالغة 90 ألف طن من وزارة الصناعة وذلك استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة كما قرر مجلس الوزراء الاستعانة بمعامل القطاع الخاص المجازة أصولياً لضمان عدم ضياء محصول الذرة الصفراء وتخويل وزارة الزراعة بالتعاقد المباشر معها استثناء من أساليب التعاقد واستخدام مطارات وزارة الدفاع كمساحات لاستلام عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وإشراف وزارة الزراعة كما تضمن موازنة عام 2023 مبلغاً قدره 250 مليار دينار لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء للموسم الحالي 2022 على أن يتضمن قانون الموازنة المذكور يعني موازنة 2023 نصاً يتحول بمجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته 70% للخزينة العامة و30% لكل من شركتي وزارة الزراعة ما بين النهرين للبذور العراقية لإنتاج البذور شكراً جزيلاً